كل عام وانتوا بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم أعادوا الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات أنا الصيدلانية روان عبد السلام رح أحكي معكم هلأ عن استعدادات مرضى الأمراض المزمنة لشهر رمضان المبارك طبعا مرضى الأمراض المزمنة ضروري بالدرجة الأولى أنهم يراجعوا الطبيب قبل قدوم شهر رمضان الكريم بأسبوع على الأقل لحتى يقيم وضعهم الصحي واستطاعتهم الصحية لصيام شهر رمضان المبارك فبيعملهم الفحوصات اللازمة وبيتأكد أنه ما فيه أي مشاكل عندهم أو مضاعفات ممكن تحصلهم خلال الصيام فبيصوموا ولكن تحت حذر شديد وبيحرص على تناول أدويتهم بالوقت الصحيح اللي حدد لهم هي الطبيب هلأ لازم نعرف أنه ديننا دين يسر ومش عسر يعني إذا كان المريض عنده موانع بتمنع أنه صيام خلال شهر رمضان ونصحوا الطبيب بعدم الصيام يجب عليه أنه ما يصوم خلال شهر رمضان وما يحكي لا أنا بدي أصوم لأنه ممكن يتعرض لكثير من المخاطر هلأ كمان زيارة الطبيب كثير ضرورية لأنه ممكن أنه المريض يكون مستصعب كيف بده ينظم أو يقسم أدويته خلال شهر رمضان المبارك فالطبيب بيعطيه نفس الزمرة الدوائية بس بيعطيه دواء اللي هو يمكن يغطي يوم كامل يعني ياخد حبة باليوم أو حبة مرتين باليوم مع الفطور والسحور فبيسهل على المريض استخدام الأدوية خلال شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتوا بألف خير